شركة روسية لإنتاج البرامج المضادة للفيروسات المعلوماتية أعلنت عن اكتشافها فيروسا جديدا اسمه فليم يتمتع بقوة تدميرية لا سابقة لها تستهدف إيران بشكل رئيسي ويمكن استخدامه كسلاحا الكترونيا من قبل الغرب وإسرائيل في تالي كاملوك خبير في الشركة يقول نعتقد أنه واحد من النماذج النادرة من الأسلحة السيبرانية الإلكترونية رقم A وهذا ما يوضح عمليات الحرب الإلكترونية التي تجري سرا وهذا الفيروس هو من السيمة الرئيسية لحرب الفضاء الإلكترونية السرية جدا ويشار إلى أن إيران هي الدولة الأكثر تضررا بالفيروس وتليها إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسودان وسوريا ولبنان الفيروس فليم يستخدم لغاية التجسس الإلكتروني أي أنه يمكن أن يسرق معلومات مهمة محفوظة في الحواسيب إلى جانب معلومات في أنظمة مستهدفة ووثائق محفوظة بين المستخدمين وحتى تسجيلات صوتية ومحادثات يتم إرسالها إلى خوادم في كافة أنحاء العالم